موسيقى السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد من قناة رافضين نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل يتساءل الكاتب سمير داود حنوش كيف تصبح مليارديرا في العراق فلا يحتاج الامر الا لقليل من الفزلكة مع بعض الفهلوة ومبادرة لتقرب لحزب من احزاب السلطة مع رشة خفيفة من الحظ حتى تكون في مرتبة قارون لا تحتاج المحاولة الا ان تدعى ضميرك ودينك واخلاقك جانبا وتمنحهم اجازة مفتوحة وتنتهن موبقات اللصوصية والسرقة وان تفسد قدر المستطاع حتى تصبح من ارباب الثروة والمغالم في العراق وتأكد انك عندما تنجح في هذه الخطوات فان الجميع سيكون بخدمتك ابتداء من السلطة التي تنحني امامك احتراما وتقديرا لفسادك وليس انتهاءا بالنظام السياسي الذي دائما ما يجد تبريرا لأفعالك بقوانينه ومبرراته لان الفسادة اصبح ثقافة في العراق هناك نوعان من البشر السارق والمسروق او لنقل الناهب والمنهوب اما فئة المنهوبين الذين ارتضوا بالمقسوم الذي صاغته السلطة لهم حتى وان كان يحمل هذا المقسوم كل العذابات الدنيوية من عسر في المعيشة والعذام الكهرباء والماء وصعوبات حياتية لا اول لها ولا اخر اما فئة الناهبين فالذين اكتسبوا رضا السلطة والاحزاب والقانون لما لا فهم من درجة الالهة التي لا يمكن التجرع او المساس بهم في حين اكسبتهم افعالهم درجة قطعية ان الضربة التي لا تقضي على الفساد فانها تقويها لقد اصبحت لهؤلاء اقطاعيات وديكتاتوريات وفضائيات وجيوش وسلطة فوق صلاحيات الدولة بعدما استعملوا ذلك المزيج من خلطات الفهلوة والفذلكة وبعض الغياء مصحوبا بالاحتيال فكان يكفي منهم ان يقوموا بتسجيل شركات باسماء وهمية للنصب والخداع وباتفاق وتخادم عنوين حكومية فاسدة لابتزاز الدولة وتغريمها او لاستحصال هبات او حتى اتوات تجمعها تلك العصابات ثم تقوم بغلق ابواب هذه الشركات الفضائية ولتبدأ دورة حياة جديدة في النصب والاحتيال بتسجيل شركات جديدة واسماء وهمية تعاد فيها دورة حياة الفساد واللصوصية كما حصل في صفقة فساد كبرى ضحيتها اموال الشعب المنهوبة عندما تم الحكم بتعويض شركة وهمية لم تتجاوز مدة تأسيسها ثلاثة اشهر فقط تعويضات من الدولة العراقية تقدر بأكثر من ستمائة مليون دولار ما يعادل موازنة جمهورية موري ثانية لسنة 2007 من موقع كتابات نقرأ مقالا للكاتب زهير الفتلاوي تحت عنوان وطن بلا كهرباء تستمر معاناة الشعب مع الفساد والفشل وهدر ثروات مقابلا عدم الخدمات وخاصة الطاقة الكهربائية مطلع كل شهر من شهور الحر الشديد تبدأ المعاناة ولا تنتهي إلا بإزالة الطغاة والفاسدين الذين دمروا أحلام وطموحات الشعب بالتغيير والتقدم العراق خلال نحو عقدين أكثر من ستين مليار دولار على أصلاح قطاع الكهرباء دون أن يلتمس المواطن متحسن ملحوظا في مستويات التجهيز بالطاقة مما يتناسب مع تلك المبالغ الطائلة التي صرفت إزاء ذلك إن جميع الحكومات المتعاقبة تتحمل التقصير الحاصلة في ملف الكهرباء وعلى رأسها وزارة الكهرباء والنفط المعنية بهذا الملف إن الأموال التي صرفت على الكهرباء من العام 2005 وحتى اليوم عالية جدا وبإمكانها حل الأزمة منذ زمن بعيد جدا القاص والدان يقر ويعترف أن الفشل والهدر والعصابات المسيطرة على عقود وصفقات الكهرباء لا تسمح بتحسين الطاقة كثير من الخبراء يستبعدون اعتماد العراق على الطاقة المتجددة لعدم وجود بنى تحتية قادرة على استعاب هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة التي نسمع عنها في جنوب العراق ولا نشاهد بوادر لهذه التقنية الحديثة يرى خبراء الطاقة النفطية وجود جهات تسعى لبقاء العراق بلا كهرباء واعتماده على الغاز من الخارج إن سبب عدم استثمار الغاز المصاحب في تشكيل محطات الطاقة الكهربائية يرجع إلى جهات عراقية تسعى لبقاء البلاد مستوردة للغاز حيث أنها تقف عائقا أمام استثمار الغاز المصاحب الذي يحرق يوميا ويكبد الدولة خسائر مالية وتقف وزارة النفط حجر عثرة أمام تطلعات الشعب بتحسين هذا الملف وتصرف ملايين الدولارات لمصالحهم الشخصية ومصالح الدول التي تدعمهم ونقرأ مقالا للكاتب محمد عايش جاء فيه إبراهيم النابلسي حالة فريدة وغير مسبوقة في تاريخنا الفلسطيني وهي حالة لها دلالات كثيرة ومهمة وتؤكد بأن مشروع الاحتلال لم ينجح والفلسطينيون خاصة في الضفة الغربية لم يتم إخضاعهم ولا تجينهم في واقع جديد لا يمكن تغييره وكانت مهمة دايتون إعادة تدريب قوات الأمن الفلسطينية فكان الهدف المعلن من ذلك عدم تكرار ما حدث في غزة من الحسم العسكري لكن واقع الحال أن دايتون كان يقوم بتنفيذ مشروع أمريكي إسرائيلي يهدف إلى خلق فلسطيني جديد في الضفة الغربية يتعامل مع الاحتلال على أنه صديق وينظر إلى القوات الإسرائيلية على أنها قوات تحفظ الأمن ويتعامل مع المقاومين على أنهم مخربون وإرهابيون النابلس الذي استشهد قبل أيام في اشتباك كبير مع القوات الإسرائيلية كان عمره 19 عاما فقط عندما اشتبك مع خامس أقوى جيش في العالم فهو من موليد العام 2003 وهذا يعني أنه ولد بعد انتهاء انتفاضة الأقصى التي اشتعلت في أواخر العام 2000 كما أنه ولد بعد عملية السور الواقي التي استخدم فيها البلدوزر أريال شارون سياسة الأرض المحروقة وغير فيها معالم الضفة الغربية وولد أيضا بعد بناء جدار الفصل العنصري وكان عمره عام واحد فقط عندما شنت إسرائيل أعنفه أكبر موجة اغتيالات في تاريخ الشعب الفلسطيني راح ضحيتها مؤسس أكبر فصيلين فلسطينيين وهما الشيخ أحمد ياسين ورئيس ياسر عرفات باختصار فإن النابلسي يشكل ابنا لجيل جديد بالمطلق لم يشهد الكثير من محطات الصراع بين هذا الاحتلال وهذا الشعب وهو ابن لجيل كان الإسرائيليون يراهنون على أنه سيكون مختلفا عن سابقة وسيكون أسهل للإخضاع من الأجيال السابقة لكن هذا لم يحدث في الواقع ليست هنا الحكاية فحسب بل إن الأهم هو أن ظهور النابلسي في هذا المكان والزمان والظروف يشكل انتكاسة لمشروع دايتون وهو المشروع الذي ينسب إلى جنرال أمريكي كيف دايتون تقول الكاتبة سوسا الشاعر وسيلة الملاحقة القانونية وإشهار سيف العدالة ضد منافسي الرئاسة ظاهرة تنتمي للعالم الثالث فقط والأمثلة كثيرة إنما أن تبرز هذه الظاهرة في مركز الديمقراطية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية فإن ذلك منعطف تاريخي مهم جدا ومتى في عهد الحزب الديمقراطي نفسه يذكرني دونالد ترامب وهو يتهم الديمقراطيين بأنهم يقفون وراء الإجراءات القانونية غير المسبوقة ضده في تاريخ الأمريكي لأنه أعلن عن ترشحه لرئاسة ومنافسة جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لعام 2024 تذكرني بالدعاءات المصري أيمن نور الذي خاض السباق الرئاسي عام 2008 الذي قال إن الإجراءات القانونية المضادة له وتهم التزوير التي أذين بها كانت من أجل منعه من الترشح ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وهو ما يقوله ترامب فيالي المفارقة هذا هو حال الولايات المتحدة الأمريكية الآن باختصار منع المنافسين على الرئاسة باستخدام السلاح القانون والعدالة تماما كأي دولة من دول العالم الثالث وتماما كما كانوا ينتقلون الدول العربية التي تعتقل حكوماتها المعارضين وتلاحقهم قانونيا وتصدر الأحكام ردهم اليوم تتم ملاحقة ترامب قانونيا بينما يدعي البيت الأبيض بأن القضاء الأمريكي مستقل وبأن جو بايدن لم يكن على علم بنية الادعاء العام بمدهمة منزل ترامب وتفتيشه وبأنه علم بالأمر كأي أمريكي آخر من خلال وسائل الإعلام هل تجاوز ترامب عن الواقع كثيرا حين وصف تلك المحاولات بأنها تجعل الولايات المتحدة الأمريكية دولة من دول العالم الثالث أو جمهورية للموز على حد تعبيره ووصفه وسارع كبار الجمهوريين لإظهار الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا فيه مارلا غو عندما حصل الدهم وعبر مايك بينس النائب السابق لترامب والمنافس المحتمل في 2024 عن قلق عميق إزاء تفتيش منزل ترامب وقال إنها تنم عن حياز حزبي من جانب وزارة العدل ووصفت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك ما حصل بأنه يوم مظلم في التاريخ الأمريكي وغرضت قائلة إذا كان بإمكان مكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة رئيس أمريكي تخيل ما الذي يمكن أن يفعلوه بك ويدافع الديمقراطيون عن تلك الإجراءات بأنها مثال حي على أنه لا أحد فوق القانون بمن فيهم الرؤساء السابقون نشر موقع ذهل تقريرا تحدث فيه عن إقرار الكونغرس قرارا عرف باسم قرار خليج تونكين الذي منح رئيس الأمريكي ليندون جونسون سلطة مساعدة أي دولة في جنوب شرق آسيا اعتبرت حكومتها مهددة بالعدوان الشيوعي أن القرار بمثابة التبرير القانوني لجونسون لنشر القوات التقليلية الأمريكية وبدء حرب مفتوحة ضد فيتنام وهو القرار الذي ألزم الولايات المتحدة بعقد من الحرب في فيتنام وهي الأولى من عدة حروب ستخسرها لكن لا أحد يتذكر القرار أو الظروف التي أدت إلى صدوره فلقد وضع صراع الوجودية الولايات المتحدة والغرب في مواجهة الشيوعية المتجانسة الملحدة للاتحاد السوفيتي والصين الحمراء بعدما يقارب ستة عقود أدركنا أنه بذلا من أنموذج الحرية رد الاستبداد فإن أنموذج اليوم هو الديمقراطية مقابل الاستبداد وعوضا عن الشيوعية المتجانسة جاءت منافسة القوى العظمى وتفكيك القيام الغربية والنظام القائم على القواعد هو نظرية الزيدو مينو الجديدة ولفت الموقع إلى أنه فيما يتعلق بالديمقراطية والاستبداد فإن إثبات هذه القضية أمر صعب للغاية إذا كان النفاق غير مسموح به فالأسماء الأولى لمعظم أصدقائنا في الخليج هم الملك أو ولي العهد حيث أن التحدي الرئيسي للديمقراطيات ليس الأنظمة الاستبدادية ولكن جعل الديمقراطية تعمل ذكر الموقع أن تآكل ما يسمى النظام القائم على القواعد يعكس حقيقة أنه ليست كل دولة باستثناء الصين وروسيا تتفق دائما مع قواعد الغرب أو تريد اللعب وفقا لها ويستمر التاريخ التعيس للاستعمار الغربي والإمبريالية في أجزاء كثيرة من العالم مع استمرار تراجع الهيبة الأمريكية جنبا إلى جنب مع نفوذها ولهذا فإن هناك حاجة ماسة إلى إطار عمل أكثر فائدة وقد اقترح الموقع فكرة التعايش الخطير ويوضح الموقع أنه يبقى الجواب عن السؤال حول ما إذا كان فقدان الذاكرة التاريخي لأمريكا قابلا للشفاء نشرت صحيفة أوبزيرفر مقالا لسايمون تيسدال قال فيه إن الأوكرانيين قد يتعرضون لطعنة في الظهر مع انتشار الفزع في أوروبا من حرب بوتن أضف أن الهدف الاستراتيجي للغرب في أوكرانيا هو وقف غزو روسيا وإعادة السيادة الوطنية وتحقيق نصر للديمقراطية ضد قوى الظلام وهي الأهداف التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في وارسو أثناء زيارة له في أذار مارس ووافق عليها لاحقا قادة الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وما لم يكن واضحا هو فيما إن كان القادة يعتقدون صدقا بقدرتهم على تحقيق هذه الأهداف نظرا لسجل الناتو غير المشرف الرافض للتدخل مباشرة وهو ما يستدعي طرح سؤال مثير للقلق وغير مريح هل على الأوكرانيين تحضير أنفسهم لطعنة في الظهر بحلول شتاء وبعد مرور ستة أشهر على الحرب فالفجوة تزداد اتساعا بين الخطاب والواقع العبثي فقد حل محل الغضب العام على الغزو القلق الذي يصل إلى حد الفزع بشأن الآثار المقلقة على الطاقة وأسعار الطعام وكلفة المعيشة وهو ما يثير الشك حول بقاء الوحدة الأوروبية وإلى متى ستظل قبل أن تنهار لو قامت روسيا بغلق صنبور الغاز الطبيعي عنها وحول رئيس بايدن تأطير الحرب على أنها معركة عالمية بين الخير والشر وأخبر الأوكرانيين نقف اليوم معكم ولن يدفع روسيا لتغيير مسارها سوى تدفعها ثمنا باهظا وحاسما كذلك بايدن ليس الملوم الوحيد فقد اختبأ جونسون كذلك في خطابه الحربي وراء رفض واشنطن القتال وكذا أولاف شولتز المستشار الألماني والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وتوافقك هذا على عدم القتال يعني أن قادة أوروبا لم يعتقد أن أهداف الغرب لإذلال روسيا قابلة للتحقق وفي ظل الغياب لطريق النصر فكل الخيارات التي لدى كييف هي بغيظة ورغم عملياتها العسكرية في الجنوب إلا أن كل ما تفعله أوكرانيا هو الدفاع في دونالتيستك والانفجار في الأسبوع الماضي في القرن وهي تواجه حرب استنزاف شرسة على مدى العام المقبل وكذا الغرب وستزداد الضغوط للتوصل إلى وقف إطلاق النار أو تخفيف الضغوط على الغرب وستستفيد الأحزاب اليمينية المتطرفة في إيطاليا ومناطق أخرى من الوضع أما بريطانيا التي تعيش بدون زعيم فهي مهتمة بالجبهة الداخلية ذكرت وكالة بلومبيرغ أن معركة قانونية تجري حاليا في المحاكم الأمريكية حول ما إذا كان دواء زانتاك أو زانتاك لعلاج الحموضة يسبب السرطان رغم تأكيد الشركات المنتجة أنه آمن وتتعرض شركات لدوية العملاقة جي أس كي بي أل سي وسانوفي وفايزر إنك تتعرض جميعها لخطر قيام هيئة المحلفين الأمريكية بإصدار قرار بمنح تعويضات بمليارات دولارات إذا حملتهم المسؤولية عن إصابة السرطان أو عن إصابات السرطان التي تردد أنها ناجمة عن الملوثات في مضاد الحموضة الذي كان استخدامه دائع الصيط فيما مضى وتشير التقديرات إلى أن تكلفة هذا التقاضي يمكن أن تصل إلى أكثر من عشرة مليارات دولار في السنوات المقبلة ألقت الشرطة البريطانية القضى على مشتبه به استخدم دمية دب كبيرة الحجم للاختباء في داخلها وقالت شرطة مانشستر الكبرى عندما رأينا هذا الدب الضخم يتنفس أثناء مطاردة لص اعتقدنا أن شيئا ما لم يكن صحيحا ثم وجدنا المشتبه به محشوا بالداخل والآن إلى رسوم الكاركاتيرية ترجمة نانسي قنقر وبهذه الرسوم نصل لختام حلقات اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام جديد نلتقي دمتم بخير مشاهدين إلى اللقاء